مصر بتبني عمرات وبيوت في شمال سينة لأهلين في شمال سينة أصبر بس مصر بتبني بيوت وعمرات في شمال سينة لأهلين في شمال سينة طلع الإخوان قال لك إيه؟ قال لك وبدأت مصر في بناء شقق ووحدات للفلسطينيين الذين سوف يتم تهجرهم تجيب تتكلم ده منين؟ منين؟ إذا كان السابت والوقع والرسمي بيقول يا جماعة دي شقق بتاعة أهلين شمال سينة طيب تعال أخذك على بعده مصر بدأت بالفعل في إقامة معسكر للنازحين اسمه المعسكر رقم اتنين فين؟ في خان يونس فين؟ في خان يونس تاني؟ فين؟ في خان يونس ربعمية خيمة الخيمة تتسع تقريبا لحوالي عشر أشخاص إذن هذا المعسكر معمول حتى يستوعب تقريبا أربع تلاف مواطن إنسان فلسطيني مكلوم مهدد يشتت داخل أرضه طيب هذا المعسكر اللي بنقوم به مزود بالكهرباء مزود بدورات المياه ده في إطار سعي مصر للتخفيف عن أهلين الفلسطينيين هيتم الانتهاء منه إن شاء الله نهاية الأسبوع اللي احنا فيه يعني على يوم الخميس ولا الجمعة وده بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني بعد وعلى طول هنبدأ في إقامة مستشفى ميداني في مدينة رفح ومعسكر آخر في شمال دير البلح مصر لما بتقول كلمتها ما فيش حد يقدر يقول بيم مصر لما قالت هعمل معسكر لأهلين الفلسطينيين في خان يونس بدأت تشتغل هعمل المستشفى تبدأ تشتغل هعمل معسكر تريد دير البلح؟ أيوة دي مصر وده الدور المصري سياسيا وإنسانيا وساعة الجد دورها العسكري معروف للعالم شفنا حرب الاستنزاف وشفنا 73 طبعا ده بالإضافة إلى أنه يتم تخصيص مراكز أو مركزين تحديدا لتوزيع المساعدات في رفح يا جماعة مصر بلد كبير قوي وقوي قوي وقادر بأمر ربنا سبحانه وتعالى قوي 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 لما يبقى فيه قائد قوي ثق ان البلد ماشية ووقفة وشد حلها وظهراها جامد ومشدود قوي دور اللي قمنا بيه لأجل قضيتنا المركزية دور غير مسبوق ولا حد عمل قدنا ولا حد هيعمل زينا ليه؟ لأنه ده قدرنا ده قدر جمهورية مصر العربية ده قدر مصر والمصريين أن مصر فعلا أم الدنيا وأن مصر هي الشقيقة الكبرى للمنطقة وأن مصر كلمتها تقيم أو تقعد بكلمة